اخوتي و اخواتي العزاز السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير و اعجبكم ربي الفضل والتسير والرزاق الكثير القادية اليوم عدينا المدينة فانكوفر لكن ليس فانكوفر للمدينة امريكا ليس فاشنطن انما فانكوفر الكندية المدينة كانت تعتبر من اكبر المدن في كندا مدينة اللي كتميز بطبيعتها وجوها الزويل الجو اللي اهلها انها تكون مدينة سياحية مدينة اللي كيجيوها الناس بالالاف والالاف من جميع انحاء العالم كيجيو للعمل والدراسة من بين هالطلبة اللي هزروا الفانكوفر باش يكملوا قرائته كان واحد شاب صيني باسم ديلو ايوان جيدا في عمره 25 عام في النهار 8 من شهر 6 من عام 2012 ايوان غادي يمشي للمركز الشرطة في فانكوفر باش يبلغ على الاختفاء ديال الام ديالو فاسمها الام ديالو اسمي ساليان جيجو في عمرها 47 عام ايوان قال البوليس يعني البوليس اللي استقبلو قلب لي الام ديالو اختفت البارح اختفت يعني في سبعة شهر 6 من عام 2012 النهار اللي مفروض ان والديه غادي رجعوا بحاله من الصين كيقول ان الاختفاء ديالو كان ساعة قليلة قبل موعد طيارة ديالو اكد عليه اكد على البوليس انه قلب عليها هو الام ديالو طانك في المدينة الكاملة في الشوارع في المستشفات ولكن بدون نتيجة يوان كان خايف حيث الام ديالو برانية غريبة على المدينة ما كتعرف لا فين جي ولا فين فين تمشي بعد انها ما كتتكلمش وما كتفهمش اللغة الانجليزية اللغة الوحيدة ديالها هي اللغة الكانتونية السينية يعني ممكن ان المرات تكون تالفة تعيها وما عرفتش ترجع للبار يعني غالبا ما قدرش تواصل مع الناس باش يساعدوها انها تصل بولدها او بالاب ديالو اللي هو الزوج ديالها طبيعة الحال بسبب اللغة او ممكن لا قدر الله تكون في هاد الوقت وقع تلاشي حاجة خيبة ايوان قال باللي الاب والام ديالو جاءوا لعندو من الصين بتاريخ 17 شهر خمسة 2012 جاءوا باش يشوفوه ويطمئنه عليه وبللي باش يكونوا على راحتهم كان لهم واحد شقة قريبة من الشقة ديالو وفي هاد العشرين يوم اللي ايقلسوها دال ليهم واحد البرنامج سياحي زوين سالهم المدينة كاملة شروا هدايا لعائلتهم في الصين ودوزوا معاها احسن عطلة الامور كانت غادة باخر وعلاخر كانوا فرحانين احتكوا شي تقرب ايوان قال للبوليس اللي نهار سبعة بشهر ستة وموعد رجوع ووالديه للصين قال لهم فقط بكري ومشيت لعندهم باش نوصل لهم اللي ماضح قال لهم بلي كان عارف انه باقي بزاف ديال الوقت على موعد الطيارة ديالو هاد شي علاش من اللي لقى الام ديالو فايقة من اللي شاف ان الاب ديالو مزان ناعس مرتاح قال بلا ما نفيقو وقرر هو الام ديالو باش يمشيوا فطرو في شي ريستورو الفطور كان زوين الام ديالو كان تفرحانة ومرتاحة بما انه اخر نهار ليها في فانكوفر مع ولدها بطبيعة الحال بحال قاعد المواد كباقي الامهات غادي تسمع لولدها لائحة الوصايا العاشر والتعليمات اللي كان اهمها انه خاصوا ينتبه القرائته يباعد على اصدقاء السوق وياكل الماكلة اللي خلات له في الفريقو ويباعد على الاكل غير صحي المهم مباشرة من بعد فطور ارجع لبارتما ديالو ايوان بدك يشارجي في ذوك الفاليز في ذوك الحقائب والباجاج كيشارجي في الطموبين امه كانت كتراقبه من شارج من فوق كتقول له انا باليزا يديرها التحت وانا باليزا يخليها الفوق حيث كانت خايفة على بزافد الحوايج انهم يتحرسوا لها قال لهم وانا في ذلك الوقتك تتحك مع الام ديالي تفكرت ما شريت لها تاكادو ما شريت لها هادية وهذا الشيء عليك من شارجي تكون شيء في الطموبين بجرية المركز التجاري مركز التجاري مكان بعيد كان في نفس الشارع اللي كانت تكون فيها لمشرت بطبيعة الحال باش نشري لها شيء حاجة باش ما تتقلقش هادية قالوا المسافة بين الدار والمركز التجاري مبعدة بزافة قال لام ديك السام شريت الام ديالي وحد الكاهدو كان عبارة على حقيبة نسائية حقيبة اللي من الماركة المفضلة عندها ورجعت بالزربة باش نفرح قال لهم لي وصلت مني طلعت للشقة صونيت ضقيت ولكن ما فتحاتش قلت ربما تكون رجعت من الناس بما تكون دخلت في الناس عياد استعمدت السؤال اللي عندي واضخلت مباشرة المطبخ باش نوجد دراسي شقهيوة قال لهم وانا في المطبخ جاء عندي الاب ديالي صبحوا ليها وسووا لي على ماما قالوا ما انا استغربت حيث كما قلت لكم ظنيت انها تكون عاودة ترجعة الناس قلبت عليها انا والاب ديالي في الدار كاملة نزلنا حتى الجردال اللي تحت من الدار حيث ربما تكون نزلت شمل هو في انتظار ان الاب ديالي افق وفي انتظار انني عاودة الرجع من ديك سيبر مارشيل اللي مشيت نشري منه الكاتو ولكن للاسف ملقينا هاش تصلنا بها في بورتابل ديالها وتفاجأنا بالتليفون ديالها مغرق في ذلك الوقت كانت كانت تتخبرنا غير العلبة الصوتية القابل ديالي طمأنني وقال لي اكيد ديالي غادة تكون نزلت شري شي حاجة ربما تكون نزلت عاودة تمشي شوية ربما التليفون ديالها ديش عارجة وغير شوية وغادة ترجع شوية وغادة ترجع قال لهم تسنيت المدة ديالها ساعتين من اللي ما رجعتش خضينا الطموبيل ونزلنا كان نقلبوا عليها في مدينة كاملة قلبناها في سوبر مارشي اللي كان في نفس الحي اللي كان نسكنه فيه مشينا لواحد المركز ديجاري قلبنا عليها في الشوارع واحتها في المحلات الصينية يعني الام ديالي قال لهم كانت بليها تدير شوبينج كانت تعجبها تسوق بزعب قلنا ربما تكون رجعت عندهم باش تري شي حاجة اخرى قال لهم سونا اصحاب هاد المحلات هادو ولكن ما بنش الاتار ديالها نهائيا من اللي وصلت الجو ديال العشية وبما انه قرب المواعد ديال طيارة جاتني واحد فكرة ديك ساعة قد لاب ديالي ربما ما تكون خرجت قلت الفتح العنوان ديال الطيار ولكن بما ان المواعد ديال الطيارة قرب ربما تكون مشات سبقتنا لمطار ربما تكون دابة جالسة كتسنة ما حيث كان واحد المطار في فانكوفر مطار واحد معي تلفوش ربما ما شي تاكسي تلبط منه انه يوصلها فعلا مشينا المطار احنا متأكدنا اننا غادل قوهاتنا ولكن اللي وقع واننا من اللي وصلنا من اللي اللي بدع لها المطار كله مشينا لذيك الصالة اللي كي وزنوا في هالحقائب مكاتب ديال اجراءات الصفر مشينا المطاعم صالة انتظار وحلو ما باش لها الاتار نهائيا من اللي يقرب المواعد ديال اخلاع الطائرة ولونسة ولاب بالع المسافرين للصين باش يجيب الاب ديالي كان محتار كيقول واش نمشي ولا ما نمشيش واش نمشي بحالي السن ولا نبقى في كندا تنقلب على مراتي قال لهم لكن انا طمئنتوا او قلت له هاتش اللي وقاعة تكون عاشي حاجة بسيطة ام ديالي غالبا مش هتشري شي حاجة ونسط راسها ويمكن مرضتش البال ان التليفون ديالها خاطفة وربما نسيت حتى الموعد ديال رحلة قال لهم ديك ساعة طلبت من الاب ديالي انه يسافر ايش الطيارة ويمشي خصوصا انه كانت تناهب زاف ديال الخدمة بالصين اكتب لي اكيد الام ديالي اليوم غادة ترجح وغادة تلحق عليك للصين في اقرب طائرة في اقرب موعد قال لهم من الاب ديالي في الاول كان مرتبك ما كانش مقتنع بهدرتي قال من اللي خاصني نبقى خصوصا انا ما نقدرش نتحمل تلتاشر ساعة ديال الطيارة وانا ما عارش مرضي في كاينة ما عارش شنواق عليها بعد انهم جاوب جوج فخاصر جاوب جوج للصين ولكن في نهاية المطار والده قدر انه يقنعوا قال لهم حيث انا بنفسي كتم قتنعه قتنع بان الام ديالي ما عنده ما يوقع عليها كان اضافيها الامان وانا بمجرد ما سوف يرجع للطار اكيد سوف يلقى هاتمه قال لهم حاولت للطفل الجو ونخفف التوتر على الاب ديالي قلت له وانا كنت اضحك بلي ما ما فكرتني في فيلم مامون جيغات تلافيان يعني راه مشت عليها الطيارة قال لهم فعلا الاب ديالي صافر وانا رجعت للطار ولكن ما نقيتها كاين مكت كانت توقع سنتها الليل كامل تصلت بتليفونها بزردية المرات سولت عليها حتى الجهران قلت ربما شي حد فيهم يكون شافا ولكن بلا نتيجة الام ديالي بحلات بخرات الام ليل كامل ما نعزش تسنت تحت الصباح وبمجرد ما طلع النهار جيت لعندكم باش نبلغ البوليس في فانكوبر فورا لونصوا عمليات البحث بحثوا في المستشفيات في مراكز الشرطة وفتحوا تحقيق في اختفاء يانجي سوف نذهب للشقة التي كانت عايشة فيها وراجلها سوف نذهب لها لكي نرى كيف كانت شيئا متيرة للشكوك مثلا بحل باب مرز قطر ديال التم يعني شيئا ما يكدل انها تعرضت للعنف او تعرضت الاختطاف البوليس الجاوي دروا هذا الشيء من بعد تفتيش دقيق للشقة ما غدير قوحته شيئا اول احتمال في الكروفية المحقيقة وانه ربما يانجي تكون قررت انها ما ترجعش مرة خراض الصين قررت انها تبقى في كندا يعني السيدة غالبا دخلت الكندا بفيزا سياحية وقررت كما كان قوله تحرك وتعيش في البلاد بطريقة غير قانونية ولكن من اللي دلوا التحريات ديالهم فورا غد يعرفوا بلا هاد الفكرة اولا هاد الاحتمال بعيد كل البعد عن الواقع حيتكتشفوا ان يانجي والزوج ديالها وضعهم المادي اكتر من ممتاز ولا باس عليهم وقد تعتبروا من اغنى العائلات في الصين عندما حد شركة كبيرة شركة ناجحة هاد شركة مختصة في الاتات مختصة عود في نقل البضائع وعندها فروع وكليان في امريكا واوروبا واحتف جنوب شرق اسيا يعني هانجي ما غاداش تخلي شركتها وفلوسها لكينا في البلاد باش تجي حراجة وتعيش بلا ورق تعيش بطريقة غير قانونية في بلاد غريبة اللي هي كندا عاد ان او احتايلة كانت بغى تعيش في كندا را عادي روما يستقبلوها بعشرات ليدين عاد يتقدموا ريقتها وتعيش في كندا بطريقة قانونية مهم خلال التعريات المحققين عارفوا بان الزوج دي اللي يرجي ماشي اول مرة كيزور فيها كندا فايت له هاد شركة الاخرى اللي ولده ايوان دوزة في البلاد زاروا بالزبط المرات يعني كيعرف فين يمشي وكيعرف فين يشي عكس يعني مراته مراته اول مرة كتزور كندا مراته ما كتعرف فيها حتى شيء مهم في نفس النهار اللي بده فيه التحقيق ايوان غادي يقول المحققين باللي يلقاه في الكراسة الخلفيين ديال طبو بيتو كين الساك ديال المو الساك مازال فيه فلوسها مازال فيه أوراقها التبوتية كين بطاقتها البنكية كين الباسبور بطاقتها الصحية وانش كيدل لانه ما غادرتش البلد المحققين سقولوا ايوان واش الام ديالك كتعني مش مشاكيل وش اترابات نفسية يعني ربما يكون هذا هو السبب اللي خلالها تخرج بلا ورق وبلا فلوس يمكن تاهد في هذه المدينة اللي ما كتعرف فيها حتى شي واحد واحتى اللغة الانجليزية ما عندهش ايوان جاوبهم باللي الام دياله في كامل قواها العقلية الاربع قالها اكثر من النقاع قال ام انسان قوية وذكية وسيدة اعمال ناجهة وهي اللي كتدير الشركة ديال نفسين يعني هي انسان مستقلة انسان اللي شخصيتها قوية بالزال واكد لهم الاختفاع دياله عنده تفسير واحد منطقي وهي انها تعرضت للاختطاف ربما كان منافسي الليها منافسي الابديالي في السوق العمال هم اللي اخطفوها بغرض صرقة او ربما باش يبتزوا الابدياله ربما يطلبوا منه فيديا يعني ربما تكون هذه عصابة منظمة هي اللي اختفتها والهدف طبيعة حال يكون هو الفلوس فانتدار ان المحققين يبدو يجمع معلومات اللي تساعدهم في حل لغة اختفاء انجي ايوان غدي يقرر انه يباشر بنفسه اعمليات الباحث على مو حيث كيف قال المحققين ضروري غدي يكون شي حد شاف او سمع شي حشا لانه لا يعقل انسانة تبخر هكا تختافيه وتختاف نظارها في وضح النهار بنهار بلاحدة شي حد ما يشوف او يلاحظ شي حشا شنو دار ديك الساعة غدي يوزع ويعلق دوكليزافي دغوشش يعني المنشورات اللي فيهم الصورة للام ديالو وتحتها معلومات لها اسمها عمرها ورقم التليفون ديال العائلة باش يتصل بهم شي واحد اللي يشافها يعني خاص يعرف اي معلومة ولو تكون صغيرة اي واحد عنده شي معلومة يتصل به بولدها او بالمحقلين عاد انه هو والاب ديالو اب ديالو اللي رجع من السيل فانكوفر عاود رجع هذا وزيت 840 ساعات اما ورجع الاب ديك يتواصل مع الصحفة دار مؤتمرات صحفية اللي وجهوا فيها كلام مباشر للاشخاص اللي ربما يكونوا خاطفين هاد المرأة اللي اسمتها يانجي طلبوا منه هم يؤديوهاش ويتصلوا بهم وأكدوا لهم بالمستعدين يديروا اي حاجة يعطيوا اي حاجة في مقابل انه ترجع لهم يانجي سال ما غانما خبر اختفاء يانجي تعرف في المدينة كاملة خصوصا بالجالية للصين اللي كانت في فانكوفر الجالية تعطفوا بزاف مع تانك ومع ولدها ايوان ومنهم اللي تطوّع في عمليات البحث عليها تطوّعوا يبحثوا في الغابات والمناطق البعيدة والمنازل المهجورة تكون هربات من الناس الذين يخطفوها وربما تكون تايها او مرميها في شيء خلاه ولا شيء غابة ستدرز ايام وايام عن اختفاء يانجي وفرضية انها تكون تعرضة الاختطاف عادة تبدأ تلاشة شوية بشوية حيث كوكانت تخطفت او شي حد من الخاطب في المحتملين سيتصل بطانك كلابولدو كي يطلب الفدية كي يبتزهم ويتفاوض معهم يطلب منهم الفلوس المهم في هذه المرحلة من القضية المحققين سيبشر البحث في بيست اخرى جزاوية اخرى حيث بحال كل قضايا الاختفاء من المور مكدز مدة طويلة يعني مكدز واحد لمدة على الاختفاء ديال الشخص المفقود كتتحول القضية من التحقق الاختفاء للتحقق في جريمة قتل البحث لا يبقى على هذا الشخص يبقى على الجده يبقى على شخص مفقود المحققين باستعمال هدوك المتطوعين غادي يمشطوا الغابات باستعمال احتل الكلاب المدربة يمشطوا احتل المناطق المهجورة اللي برا المدينة وهد المرة باحتل على الجده ديالها فبحال كل تحقيقات في جرائم القتل او المجتبع بهم او المتهمين اللي كيحقوا معاهم المحققين كيكونوا غير من الوسط ديال العائلة ديال الضاحية او من المعارف ديالها فقضية ينجي لعائلة الوحيدة اللي عندها هي أول دايوان والزوج ديالها طعنك من خلال تحريات وهما كيحفروا كيقلبوا بشي جمعوا معلومات كتر المحققين غادي تطيحوا لواحد معلومة مهمة معلومة اللي ممكن تبان لبعض انها معلومة عادية وربما تبان لهم تافية ولكن في التحقيق غادي تكون مهمة ومهمة بزاف المحققين اكتشفوا بتاريخ 15 في شهر 5 من عام 2012 يعني 48 ساعة قبل الوصول ديال الوالدين ديال ايوان فانكوفر ايوان استأجر الجوج ديال الشقق وملاسقين مع بعضيته استأجرهم في نفس الدار واحدة يسكن فيها الأب والأم دياله واحدة يسكن فيها هو حتى اللي هنا الأمور عادية وطبيعية ولكن اللي ماشي عادي وغادي اكتشفوا المحققين هو أن الشقة الأساسية ديال ايوان يعني اللي كعيش فيها وكيستقر فيها يعني تقريبا 4 سنين هو فيها كي نحتهي في نفس الحي يعني نفس الحي اللي استأجر فيه الشقق بجوج المحققين سولوا ايوان يعني خاصهم يعرفوا منه علاش كرا هات الشقة كاملين وعلاش ما قال لهمش أنه كرا شقة في نفس الدار اللي كرا فيها الوالدة حتى من بداية القضية ومن أول بلاغ درع الاختفاء ديال ام دياله قال حرفيا أنا كريت شقة قريبة من والدية علاش باش نهتم بيهم باش نباشر أمورهم ونزورهم بشكل يومي ايوان قال المحققين بأن الشقة دياله كينة في عمارة اللي كلها طلبة وهذا شيء لاش؟ فضل أنه يسكن والديه في بارة ما اخرى شقة بعيدة ومن يسؤولوا علاش كريتي شقة ملاسقة مع الشقة ديال والديك مع أنه بإمكانك تبقى في الشقة ديالك اللي كتفيها الطالبة وتبقى تزورهم في الوقت اللي يبغيتي خصوصا أن الشقة ديالك اللي كتفيها الطالبة كينة في نفس الشارع يعني نفس الشارع اللي يسكنوا فيههم جاوبهم وقال لهم لا بغيت نبقى أحدا والديك بالليل و بالنهار خصوصا أنهم لا يتكلمون اللغة الإنجليزية واحد من المحققين عاود سؤوله قالوا الأولى كنت تبقى معهم في الشقة ديالهم لماذا كريتي واحدة أخرى؟ إيوان جاوب محقق وقال له أنا بغيت نخليهم على عراحتهم الجاوب اللي يعطي إيوان هو أخاها سيبهن لبعض أنه منطقي ولكن لا يقتنعوا به المحققين حسوا بالليل يتدري فكر شو العجينة حيث قبل ما يجيبوه يبدو مع التحقيق رقبوه 24 ساعة إلى 24 ولاحظوا بأن السلوك دياله وتصرفاته أقل ما يقال عليها أنهم متيري للشك كيدا خلو الشك تصرفت دياله ماشي طبيعيين المحققين غادي لاحظوا بأن إيوان من اللي يكون مع الأب دياله أو كيكون مع الجيران أو من اللي يكون حتى مع الصحافين كيحاول يبين أنه متأثار وحازين ومقهور وبعض المرة كيبكي بسبب الاختفاع دياله وانا كيمليك أتركز في تعابير ديال وجهه خصوصا في عيني كتلاحظ واحد البرود واحد المبالات غير طبيعية كما كيقولوا العين نافدة الروح يلي كتطلع لها على الإنسان كيف يجدير في عيام يحبكي التفضح كي تفضح والسيوان المحققين حسن بلي فضحوا عينيه وماشي غير عينيه حتى التطرفاته من اللي يكون خارج ببحده من خلال كاميرات المراقبة يبين بلي مرتاح كي يضحك مع أصحابه وفي الليل من اللي يتأكد بلي الأب دياله يخرج كي تسلت ويمشي يصهر مع أصحابه في الديسكوتك بحلمه مغابراش حاجة أخرى سيلاحظو المحققين وانه خلال التحقيق ربما باش يتهرب من بعض الأسئلة يوان كان كي يحاول يدرسه بأنه ما كيفهمش اللغة الإنجليزية مزيحة وكي يبين أنه حتى ما كيتكلمش بها بطلاق ودي حاجة غريبة حاجة اللي غير منطقية سيدرا قرأس السنين في جامعة لللغة الأساسية ديالها هي الإنجليزية سيدرا عاش في بلاد لغة التواصل اللي فيها هي الإنجليزية المحققين كي يسولو بإنجليزة هو كي يجاوبهم الشينوية وهذا تصرف مريب كيدخل الشك سيدرا عاود كي يلقوا تناقض في الأقوال دياله المحققين غادي عقوبة لأنه في أول بلاغ ديال الاختفاء اللي داره إيوان في أول جلسة الاستماع قال المحققين من اللي خلال الأم دياله في الدار ومشان مجمع قريب باش يشري لها شي كاده قال الأم اللي رجعت كتاشت بأن الأم ديالي اختفت القصة هذي إيوان غادي يبدلها من بعد قال المحققين باللي مشاه هو والأم دياله المطعام باش يفتروا في واحد لحظة مشال طوالة عزكم الله من اللي يرجع كتاشت بأن الأم دياله غبرت اختفت وحيتخاف من ردة الفعل ديال باه قال ربما يتعصب عليها ربما يتهمني بالإهمال ربما يقول بي أنني شخص غير مسؤول حيتخليت الأم ديالي بحدة وليا ما كتعرفش اللغة الإنجليزية وما كتعرفش لا فين تمشي ولا فين نجي فاضطر أنه يكتب سيدة أعمال أم رهب كامل قواها العقلية الأب دياله غادي يتعصب بزافة عليه زعمها حيتخلاها خمسة طقائق بوحدها ومشال طوالة حاجةكم هدي شي حاجة اللي ما كتدخلش العقل مهم المحققين يحاولوا يلوزوها بشغيمها ديال ما ولكن ما تسرطاتش ليهم حتى هذه الفيرسيون هدي هوان غادي يعاود يبدلها وعرجع القصة اللولة مع تعديل بسيط هو أن الأم دياله من بعد ما رجعوا من المطعب مطلعتش للشقة اللي كتسكن فيها هي والزوج دياله وإن ما طلعت معها غير الشقة دياله هو من اللي المحققين سولوه والشقة اللي كتسكن فيها فيها شراجم فيها نوافد اللي كتطلو عن الشارع جاوبهم وقال لهم لا وانساء أنه من قبل قال المحققين بللي الأم دياله من اللي كان كيشارجي هو الباجاج كانت كتطلع لهم الشرجم وكانت كتوريه إينا بهلي زي ديال تات وإينا بهلي زي ديال فوق وباللي تفكر أنه مش للي هاتشي حاجة وبمجرد أنه شارجي ذاك الباجاج ذاك الحقائب مش اللي مجمع كيشري باش يشري لها شيكادو وقال لهم بأنه كانت هذه هي آخر مرة شفيها الأم دياله من بعد ما استامعوا الإيوان المحققين غادي ستدعيوا لأبدي يالو تانك ستدعوا باش حتى هو يسمعوا ليه خصوصا أن تصرفاته حتى هو كانت غريبة وكانت أغرب حتى من التصرفات ديال الولده يوعى أول سؤال وجهة للمحققين هو هالي أعقد أن راج المرأة اختفت في بلاد غريبة يسافر القارة أخرى تلتاشر ساعة طيارة ويخليها يولده وهو ما عارف ديالك الساعة أصلا أشنو ممكن يكون واقع لها تانك جاء بالمحققين بالله هذا كانت تصرف غيبي مني لك اللحظة كنت تحايل وكنت مصدوم وربما لم تتمركز خصوصا أنه كانت عندي بزاف ديال الخدمة مهمة في الصين ومرأتي نفسها لو كانت رجعت يعني كم كانت رجعت هي وانا رجعت للشقة يعني ما مشيش في الصين كانت غدرت لأمني أعاد زيد على هذا الشيء أن أولدي قناع عندي باللي مرأتي قادة تكون باخر وباللي غالبا انسى ترى ساوية تسوق في الشوبينج وما تفكرش الموعد ذي الرحلة من اللي سؤولوه إمتى آخر مرة شفتي فيها مراتك تانك جاوبهم بللي آخر مرة شفتها مراتك كانت ليلة قبل ما تختفي من اللي فق في الصباح من اللي فق من الناس ما لقاهه لقاه غير والده في الطار هو اللي قال له رهما ما معرفتها ما مشهده والقصة ديالانه خرجت مع والده في طرف المطعم برا ما عرفهاش ترجع لبانكوفر يعني بعت نيه واربعين ساعملي مشهد الصين وعود درجة الموضوع ينسى تانك على موضوع الشقق بتلاتة قال له كيفش ولدك كرة ثلاثة لباردمات وواجهوه بالكدوب ديال ولده تانك جاوبهم بالهيوان شرح ليه علاش خبع ليه موضوع الشقق التالتة يعني ديك باردمات اللي لاسقه مع الشقق دياله قال بي أن ولده يقول بي أنه ما بغاش يسبب مشاكل قانونية لموال الدار أصلا الشقق بجوج هما في الأسرة شقة واحدة وموال الدار قصمها وخرج منها جو ديال باردمات يكريهم بطريقة غير قانونية وإيوان أصلا كان كاري من عنده بلا ورق بلا عقد لأنه قانونيان هاد إيوان راه طالب ومنوع للطالب أنه يكري أكثر من شقة واحدة طانق المحققين باللي تصرف ديال ولده ما عجبوش ولكن ما احضرش معالي حيث عنده حاجة أهم وهو أنه القامراته في أسرع وقت ويمطانك وقول له إيوان غادي يقول له يعني محلش تيبة يعني أشخاص المحققين ولو حاطن عليهم العين مزيان وماشي متهمين بشكل رسمي حيث لحد الساعة ما كينش عند البوليش هي دليل مادي ضدهم ولكن والله محطوطين في دائرة الشك وأسماءهم تسطر عليها بالحمر في ملف القضية المحققين هذا بغادي الديبلسا والعنوان ديال الشقة الشقة اللي اسكنت فيها يعني جي مع رجل هاتانك وولدهم إيوان عمشي وتمام باش يسولوا الجيران ربما يكون شي حد فيهم سماء أو شافش حاجة اللي ماشي هي هذه ربما يكون لاحظ شي حاجة نهار اختفاء ديالي يعني شي وهو ربما قبل أو من بعد الجيران كلهم أكدوا المحققين باللي عائلة إيوان ناس اللي عمر لهم الضار ناس طيبين وخلال مدة الإقامة ديالهم إحداهم لاحظوا بأنهم ناس محترمين وهادين ما فيهم صدر ومعمرهم سمعوا صوت الخصام عندهم أعاد أنهم كانوا مأدبين ولا بيقين خصوصا ولدهم إيوان ولدهم اللي كان مستحيل أنه يدوز من الشارع بدون ما يسلم عليهم أعاد أن يانجي الأم خلال العشرين يوم اللي اسكنت في أحدهم علقتها كانت طيبة مع الجيران خصوصا مع الدرية الصغر خصوصا مع الأطفال اللي كانت كتوزع لهم الحلويات اللي جابتهم معها من الصين محققين هذي يزيدوا ينبشوه يزيدوا يقلبوه ويحفروا على أدلة مادية أدلة اللي تساعدهم على حل لغز هذه القضية ولكن من بعد ثلاثة هذه السيمانات ثلاثة الأسابيع غد يقتنعوا بالتحقيق ووقف قدام باب مزدود لأنهم مقدروا يتبتوح تاشي حاجة يعني ما عندهم شي حاجة ضد هات الجوج وهات الجوج هم الوحيد اللي عندهم في لائحة الشك طانك ودويوان طانك من بعد ما دازت هذه المدة كلها بلا نتيجة غادي يقرر وغادي يأس وغادي يقولوا رجعوا بحالتي للصين خصوصا أنه عنده غار قتل هنا بالخدمة والخدمة كلها كانت واقفة الشركات اللي عندهم اتزامات عندهم عقود الشركات اللي عندهم اتزامات معهم بدووا كيهدوا أنهم عرفوا دعوه وعاستدرو غرامات ديال التأخير من قبل ما يصافر در مؤتمر صحفي وتمنى فيه أن امراته تكون بقى عيشة وعرض مكافأة مالية كبيرة لأي شخص يدلب معلومات أو يساعدهم أنهم يلقواها واحتهد المرة قبل ما يسافر غادي يوصي ولده أنه يكمل البحثة لأم دياله في نهار عشرين في شهر سبعة من عام 2012 هنا بعد مرور شهر وجوج ديال السيمانات المحقيقين في فانكوفر سلموا القضية الواحدة للتحقيق المتخصصة في جرائم القتل هذه الواحدة الاسم ديالها HAT فريق تحقيق متكامل في جرائم القتل والذي يعتمد على وسائل وطرق وأساليب مختلفة في التحقيق من أول لحظة في التحقيق وبمجرد ما قرأوا الملفة القضية سيخرجوا بخلاصة الخلاصة ما تقول أن المسؤول على الاختفاء أو القتل دياليانجي هو فرد من أفراد عائدها بمعنى أن المجرم هو واحد من هالجوج هي الزوج دياليانجي إيا ولدها إياهما بجوج مشاركة ولكن بعد ما قرأوا أقوال كل واحد فيهم لأن الأقوال التي تقاتل في المحاضر الأولية يعني عند المحقيقين في فانكوفر اكتشفوا باللي أقوال إيوان متناقضة أقوال الولد فيها بزاف ديال النقاط اللي مواضحينش وباش يحطوا النقاط على الحروف باش يسرعوا شوية الوتيرة لتحقيق فالقضية أول حاجة غادي يبدو بها المحقيقين هي أنهم يمشيوا يفتشوا الشقة اللي كنت كتعيش فيها يانجي عاشت فيها المدة ديال 20 يوم فجأت البانكوفر مهم من بعد الفحص الدقيق بمادة لومينول أفحصوه مش عديك الشقة الشقة بجوج المحققين سيجعلوا آثار الدم آثار الدم فين؟ في الشقة اللي كانت نستأجر إيوان والتي ملاصقة مع الشقة الولدي آثار أو بقعة الدم كانت بشكل كبير في الأرضية ديال غرفة النوم الإيوان ومشي غير في الأرضية في الحيول في الصقف وكمية أو بقعة الدم ركنت كبيرة محققين أعود أن تجعلوا بقعة تحت السرير تحت الناموسية نموسية كانت وسط الغرفة اللي قاعد داخل البلاكار اللي كان جنب الباب ديال ديال الغرفة ديال النوم عين الدم قادة تمشي المختبر الجنائي ولكن بعد التحلي ما غادش يقدروا يحدوا يحدوا واش الدم ديال يانجي ولا لا المحققين ديال الساعة يحاول يفتشوا الشقة ديال ايوان الاساسية اللي يعيش فيها حاليا يعني الشقة اللي كان يعيش فيها قبل ما يجيوا والديه الكندا الشقة اللي فيها الطالبة ولكن ثم ما غادش يقدروا علاش حيث ما تتعطالهمش ايضا التفتيش عاد ان ايوان بنفسه رفض يخليهم يدخلوا للشقة بدون امر التفتيش نهر واحد في شهر 8 من عام 2012 كان نهر حاسم في القضية محققين جاء اتصال بانه تلقات واحد الباليزة يعني واحد الحقيبة تسفر في لاب بلاش في الشاطع ديال البحر قريبة من جزيرة ايغود وهي جزيرة بعيدة بمسافة 6 واحد بالطموبيل الى فانكوبر ولهذا الحقيبة فيها بقايا اجزاء بشرية وكانت اجزاء ديال المرأة المحققين ديبلاصا لعيد المكان وفعلا لقوا حقيبة صفر من ماركة سينية في وسط الحقيبة جتة مرأة آسيوية متوسطة العمر مهم من بعد مقارنة صور ديال الملابس اللي كان على الجتة مع الوصف ديال المنابس اللي في محضر بلاغ الاختفاء يعني اللي داروا ايوان في اللول بأن موها شكاة تلابسها شكاة تلابسها شكاة تلابسها غادي عارفوا بلي الجتة هي ديال يانجي اللي كيقلبوا لها وباش يتأكدوا كتر وبداية العلمي الجتة غادي تنتاقل تشريح تشريح أكد بأن الجتة فعلا ديالها ديال يانجي حط بيب شرعي بعد تشريح حصل على تطابق في الخصائص وفي المعلومات تطابق بين الملف الطبي ديال الضحية والجتة اللي تلقات قدامها من خلال الملف الطبي ديال يانجي الضحية يالله قبل الوفاة ديالها بمدة قصيرة كانت دارت عملية في العمود الفقاري والجتة اللي تلقات حتى هي الطبيب الشرعي يأكد بأنه فيها نفس الخاصية ثانيا طبيب الشرعي بعد الخبرة الجينية يعني بعد مقارنة الحمض النووي ديال الجتة بالحمض النووي ديال يانجي النتيجة تكون تطابق تام بالنسبة لسبب وفاة الضحية يعني هذا المرة اللي كانوا يقلبوا عليها طبيب الشرعي يأكد بأن الضحية تلقات ضربات قوية على راسها بآلات تقيلة يعني بشي صعب شي ترواطة هادشي تسبب بلياف نازيف لأدى الوفاة ديالها المحققة كان بعد ما انتقلوا لعين المكان اللي تلقات فيه الجتة يحاولوا يقلبوا تماعنا واشكينشي كاميرات ديال المراقبة اللي ممكن تساعدهم ولكن لأسف ما يلقوا التشي واحدة لا في طريق اللي كتأدي اللي بلاج ولا فلازون كل هال فيها البحر مهم خبر ديال ان جتة ينجي تلقات في باديزة في البحر المحققين غادي احتفظوا به السر يعني لا عائل الضحية غادي يعرفوا ولا بطبيعة الحال الرأي لها ولا احتى الصحاف والسبب وان وحدة مكافحة الجرائم غادي اعتمدوا على استراتيجية خاصة وهذه استراتيجية هي اللي بها غادي حطوا يديهم مع المجرم او المجرمين المسؤولين لها القضية واسم شنو غايديره نهار الجمعة عشرة في شهر 8 2012 بالضبط مع 37 دقيقة ديالالاشية ايوان ستجيه واحد الرسالة في تيفون دياله الرسالة كانت مختصرة وفيها ثلاثة ديال الكلمات لقيت الام ديالك ايوان رسل فورا رسالة وحاول يعرف شكول المرسل شكول سيفط لها الميساج وحاول يعرف كيقول فيه لقيت الام ديالي ولكن المرسل ارفض يعطيه اي معلومة او جواب حدد معه موعد النهار الاخر مع العشرة ديال الصباح قالوا تلاقى في واحد قهوة معروفة في المدينة من اللي ايوان حاول يعرف من الشخص وسيلة تعرف يعني كيف عمقدر نتعرف عليك في القهوة اخوة جاوبه في رسالة وقال لا تخاف اينا اللي غادي نعرف نهار بشكل تمام ولكن ما غادي يلقى حتى شي واحد قلاز تلاق قهوة وتسلنا تقريبا واحد العشرة دقائق مع العشرة وعشر دقائق جات عند واحد البنت في العشرينات اللي كان باين من الشكل ديال انها من اصول اسيوية سلمت عليه وغدا تقول له هي مبتسمة في اللغة دياله الكنتونية الصينية انها رسلت له ذاك الميساج في تليفون وقلت له بأنها لقات الجدة ديال ام دياله في بريزة في حقيبة صفر وعطاته حتى المركة والنوع ديال الحقيبة وحتى لون ديالها ووصفت له الملابس يعني الحوايج اللي كانت لابسة الام دياله وقلت له حتى المكان بالتحديد اللي لقات فيه ديال بريزة ومشيغي هذا البنت قلت له باللي أنا متأكدة وعارفة وعندي الدليل بأنك أنت اللي قتلت في أم ديالك أكد أنك أنت اللي تخلصتي من الجدة ديالها وده عندك حل من الجوش الحل الأول هو أنك تعطيني ودنك بسمع الكلام بزياد وتنف الدكش اللي عن طلبه منك بالحرم ولا غادي تبشيف شكرها إلا أكيد أنت يمسطيها البنت جاوباته قلت له شوف يطلب منك أنك تعطيني وحد المبلغ ديال الفلوس وعطته رقب خيالي قلت له شوف أنا مستعد كيف لقيت الجد نخفيها وما يبلغ الأطار نهائيا والحل الثاني اللي عندك هو أنك تعاند وترفض بش تعطيني الفلوس وهنا بكل بسطة سنضع كادر لبوليس سنقدم هدية اليوم ونعطيهم الدليل القاطع أنك انتلق تكسير أم ديالك وانتلق تخلص من جد ديالها ولكن عندك 48 ساعة فكر واتصل بي أنا كنت سنك في نفس النهار مع 9 ديال الليل البنت سيأتي الاتصال من عندي إيوان قال لابي أنني موافق وطلب منها موعد لكي يقلسون ويتفهم النهار لحد 12 في شهر 8 9 ديال صبح يوان سيأتي مع البنت البنت رفضت أنها تعطي حتى الإسبب ديالها اللقاء كان في مكتبة في نفس الشارع في نفس الشارع الذي فيه السكن دياله وهذا المرة البنت لم يجد بوحدها جاء مع جوج الشباب واخرين وحتى هما من وصول آسيوية البنت عرفته عليهم وقتلوا بليهم أصحابها وغادي يقضيوا معها الغارات الشباب جوج به شرحوا الإيوان باللي مستعد أنه يتخلصوا من الجدة ديال أم دياله ولكن خاص قبل من هذا شي يعطيهم نص المبلغ والنص الأخر بعد التنفيذ ديال العملية إيوان وافق ولكن شرح البنت وشرح احتل الشباب اللي معها باللي هذا المبلغ اللي طلبوه حاليا ما متوفرش عنده ولكن اقترع عليهم واحد البلان البلان اللي ما يفكرش فيه إلا مجرم ما عندوش ضرة ضامير إيوان وعد أفراد العسابة أنه يعطيهم المبلغ اللي طلبوا وعندو استعداد أنه يعطيهم مبلغ مضاعف سمع شنو الشرط أنهم يصفيوها احتل أبديالو كانوا مشوفوا أنا الواليد الوحيد ديال طروة والدية الكبيرة ومجرد ما يموت الأبديالي أنا اللي غادي نولد تجمل بما حمل لما كانش عارفو إيوان هو أن البنت الآسيوية هي محققة كنادية من أصول آسيوية محققة تابعة المكافحة جرائم القتل في كندا والشباب جوج اللي معها حتى هما نفس الشيء المحققة سريين طلبوا من إيوان باش يحكي لهم كل شيء لحياته ويحكي لهم العلاقة بوليدي حيث بناء على المعلومات اللي غادي يعطيهم ممكن يبنيوا خطة سواء باش تخلصوا من جثة الأم ديالله أو حتى باش يصفيوا هلبها يعني يفهموا انهم بروفيسيونال وخاصهم يعرفوا التاريخ ديال حياته كام إيوان طح في الفخ وغادي يحكي لهم قصة كلها من الألف اللي وغادي يسجلوه إلهم أنا واحد والدي تولد تكبرت في مدينة فوشان جنوب الصين أعيل تسلب باس عليهم عندهم شركة كبيرة رسم لها خيالي ومبيعاتها السنوية على الأقل عشرة المليون إلهم أنا عش طفولة هادية كنت دائما لولد المطير الضريب الولد السكوتي الولد اللي ما كنتسمعش منه كلمة لا وفي العائلة الكلمة اللولة والأخيرة كانت لأم ديالي أم ديالي كانت متحكمة في كل شيء أم ديالي متسلطة متحكمة في الشركة في الفلوس في الدار ومتحكمة حتى في الأب ديالي اللي ما كان شي قدر إرفض لها شي طالر ما كان يقدر حتى يناقشها ما كيقول شكل مثلا شخصيتها قوية ومتسلطة وملي كنت صغير لاحظت بأن الأم ديالي ماشي بحلقها لأم مال 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 ما كان تلعب معي ما كان تضحك معي ما كان تعتني بي أغلب الوقت المربية هي اللي كانت مقابل عني لدرجة أني في فترة من الفترات ظنيت بأن المربية هي الأم ديالي الحقيقية ولكن من وسط السل المراهقة لقيت نفسي في مواجهة مباشرة مع ممي ممي كانت تتحكم في الصغيرة والكبيرة في حياتي كانت تتحكم في نوع الأكل اللي خاصني ناكل في الوقت اللي خاصني ناكل في نوع ولون الملابس اللي خاصني للبس مثلا جين أو الجلد كان ممنوع لي أن يلبس هم نهاية كانت تتحكم في نوع الأصدقاء في مستوى الاجتماعي ديالهم كان ممنوع لي أن يكون عندي صديقات بنات أو يكون عندي أصدقاء أقل من المستوى الاجتماعي ديالي كانت تتحكم حتى في الهواية اللي خاصني المارس حيث قانون الأم ديالي كرة القدم هي مضيعة الوقت كرة القدم ما كتناسب ولد بحالي خاصني نتعلم الشطرنج والجيلو وما الرياضة اللي خاصني المارس وبالسفادية أما بالنسبة للدراسة فهي كانت مصيبة كبرى هذيك كل أم اللي كمّل الدراسة التناوية الأم ديالي قررت أنني خاص نسافر لكندا خاص نمشي لهنا باش نكمل الدراسة في مجال تسيير الفنادق أم ديالي كانت ناوية تفتح مشروع سلسلة الفنادق في كندا وبغتني أنا اللي نسير أم اللي رفض قامت الدنيا ولم تقعد موضة الروينة خصوصا اللي عرفت السبب عرفت السبب اللي على قبله ما بغيتش نسافر خارج الصين أنا كنت كان بغي واحد البنت معايا بالتناوية ومن الأم ديالي عرفت بعلاقتي بها وعرفت باللي هي بنت موظف بسيط عندنا في الشركة هدت أول الأب ديالها بطرد وقالت له بأن بنت ولم قطعت علاقتها بيا أنا ستجري ليا في 2006 جيت الكندا وأنا كار هراسي وكار هوالي ديالي كرهت التحكم ديال الأم ديالي في حياتي من أول نهار ليا في كندا حسيت براس غريب مخنوق وكتشف باللي التحكم ديال الأم ديالي في حياتي غير في زايد وكي تزاد كتار وكتر أم ديالي ويا في الصين وأنا في كندا وهكا كنت تكون تكون ترول حياتي وكتسير ني كما بغت بحال تحكم فيها بتريكم موض كنت بحال اللعبة فيت وصل به الأمر أنها عينة جواسيس عليها جواسيس من الطلبة اللي كانوا يقرأوا معي هنا في كندا باش طبيعة الحال يعطيوها أخباري أول بأول زد تقرأت قرايتي كتر وكتر وبدل من مش نقرأ واللي تعطي هذا الصهير في ديسكوتك كاملا النهار كله كم قناس مهم أي حاجة تقلق الأم وتعصبها يعني التير غضب لها تقلق العاني يعني حاول نفقصها ولي تخسر الفلوس بالزاف والتبل اخت بالقمر وبطبيعة الحال نتائج ديليل الدراسية كانت من سيئ إلى أسوأ توابط في الهاوية ما أصلا كان نقرأ وهي من اللي عرفت جمعتي تيها وما بقيتش تطعين صروف بزايد. ما بقيتش ترسلي الفلوس كما كانش ترسلهم في الأول. مع الوقت. وبدل ما ناخد ديبلوم بحالي بحث صحابي. لقيت رأسي شخص فاشل. كان دور في دوامة وغارق في الكريديات. وباش نسدد ديون ونقدر نعيش. خدمت في واحد المطعم السيني بدوام جزئي. وبصيفة غير قانونية. حيث اصلا انا عندي فيزا ديال الدراسة مش ديال الخدمة. ممنوع ليا نخطط. قال لهم كنت كان نغسل معان كان نضف في المطعم وفعز البرد. هكا باش نقدر نعيش. وملي شكيت وحكيت لها على الحالة اللي وصلت لها. قد كتضحاك وكرت ليا نفس الجملة. جملة اللي كانت كتكررها لي من النهار انفاوني لكندا. قلت ليا مزيحة. خاص كتخدم باش تعرف ان الفلوس راح سهل تصرفها. ولكن صعيب باش قدر تجيبها. انا وبعد تكرر في صناح تقدرنا هالتطروة هذي. احتنت باش تحافظ عليها. خاصك تمرمد في الاول. خاصك تفتراب بحالنا. باش تعرف بقيمة الفلوس. باش ما تخسرهاش ضغير. قال لهم حي قديعة الوالدية كان كيزيد نهار على نهار. وما عايشن. عايشن في العز والناعيم والفلوس. وانا عايش في القهرة. في الفقر. وفي ضيق الحال. ومتغرب في فانكوفر. يلو ما خادشي كامل كتصابر. ولكن في الفين وحداش من اللي رجعت للصين. رجعت لأساس باش ندوز وعطة ديالي. كل شيء غا يتغير. حيت فاش رجعت التمه. وكنت ناوي فعلا صلاح علاقتي بوالدية خصوصا بالأم ديالي. كنت ناوي نجلس معها ونتناقشه. ولكن هي ما اعطتني فرصة. خصوصا انها عرفت لأول ما رجعت للصين. تعرفت على واحد البنت. وبالي قلت نبغيها وناوي معها عود الزواج. الأم ديالي رفضت الموضوع رفضا بادة. وما اعطتني فرصة. ما خلتني حتى نقدم لها البنت او نعرفها عليها. قالت لي حرفيا انت انسان فاشل. واختيارتك افشل منك. هذه البنت هذه ممكن تدوز مع وقيت. ممكن تصار معها. ولكن انك تزوج بها لها. الزواج انا اللي غدا نختار لك البنت اللي تناسبك. انا اللي غدا نزوجك. مراتك خاصها تكون من عائلة عاريقة. من عائلة غانية. خاصك شي نسب اللي يشرفنا ويشرفك. ماشي من عائلة فقيرة اللي نسب ديالهم كيحشم. قال لهم فعلا انسلت العطلة ديالي ورجعت بحلتي الكندا. قلست قريبا لمدة شهر. جاني اتيصال من البنت اللي كانت تبغي. قالت لي وهي كاتبك بانها حاملة. وطلبت مني اني ضروري خاصني نزوج بها. في ذلك النهر نيت. طصت بالاب ديالي. وحكيت له المشكلة ديالي. صارحته بكل شي. وقلت له انا كان بغي هذه البنت. انا بغي نزوج بها. وقلت له انا عمتقاش بك انا ضوغ لي رجاع الصحي. باش نكمل حياتي مع الانسان اللي كان بغي. انسان اللي راحا من العدبة. بولدي او بنتي. قال لهم الاب ديالي وعدني. وقال لي ابلي غادي للقا لك حل. قال لي عيكون هاني. قال لهم ولكي الحل. عرفته بعد 24 ساعة. الاب ديالي مشيت لعند البنت. وهدتها وهدت عائلتها. وجبرتها انها تخلص من الجانين. قال لهم من هذا كل نهار. قررت انه باش نعيش. الام ديالي خاصة تموت. وفي اقرب فرصة. قال لهم الفرصة جاتني نهار سبعتاش شهر خمسة من عام الفين وطناش. من الام ديالي والاب ديالي قرروا انهم يجيوا عندي الكندا. يجيوا باش يزوروني ويدوزوا معي العطلة. قال لهم كانت جوج ديال الشقاق حدا بعضياتهم. الشقة رقم ثلاثة. الشقة رقم ربعة. وفهمت ولي ديالي الشقة رقم ثلاثة. راح تحولت لها هذه واحد ربعة شهور. يعني ربعة شهور قبل ما يجيوا هما. وفي الوقت عاود كريت طمو بيدي صغيرة. وفهمت ولي ديالي يعني نشريتها من حر مالي. من الخدمة ديالي حقها في المطعم. كل لهم النهار اللي اللي وصلوا فيه الفانكوفر. درت لهم لحظة البرنامج السياحي. وما كانوا فرحانين وعجبهم الحال خصوصا لأم ديالي. ام ديالي كانت اول مرة كتزول فيها كندا. وما كانش عارفة بالنهاية ديال حياتها عاد تكون هنا. قال نهار سبعة شهر ستة الفين واثناش. والدي دي كان وراجع للصين. موعد طيارة ديالهم كان معنا خمسة ونص ديال العشية. قالوا فاديك النهار فقط بكري. وجيت للشقة ديالهم. فتحت الباب بالسالوت اللي عندي. ودخلت. لقيت الاب ديالي بقي ناس. الام ديالي كانت فايقة. كنت استمعها. تكلمنا شوية شربنا قهيوة. ومن بعد طلبت منها تبشي معي الشقة ديالي. قلت لها باللي بغيتها ترتب لي الصالة على دوقها. وفعلا مشيت معي. واول ما دخلت. خليتها كات نضم الصالة وكاترتب فيها. وانا مشيت للغرفة ديالي. جبت المطرقة اللي كتمخبيها في البلاكار. وتخبيت من ورا الباب. باش نسحب الام ديالي للغرفة. باش يجيبها عده عن بيت الناس. قلهم بلا ما نعيط لها. قلت واحد الحاجة اللي كتمتأكد. انها غير تسمحها. غدا تجي كاتجري وتبدأ تعير فيها. قلت ليا انت انسان فاشل. رغم اللي كتصغير. واحدة من اللي كبرت. كنت كنت ندير الصرف جيبي. وفي اللحظة اللي كتكن بغي. ان بدل فيها حواجي. كان الصرف كله كيتشتلي في الارض. هذا الصوت ديال الصرف ديال السوان تكتحو في الارض. كان كي حمقها. قلت تقول هذا انسان فاشل المستهتر. ديما كتتح له الفلوس. قالوا ما هذه المرات عمت نرمي الصرف في الارض. ماشي باش نعصبها. إنما باش نخليها تجي. وننهي لها حياتها. قالوا في اللحظة اللي رميت فيها الصرف في الارض. سمعت نفس الخطوة. بنافس سرعة جاية كتجري. ونفس النبرة ديال الصوت. نفس النبرة ديال التهديد. هاديك النيت لك تكن سمحها لك تصغير. قالوا مجرد ما وصلت الغرفة. دفعت الباب برجلها بلا استيئدان بلا تشيهاش. دابت كي من مهالفة كدرحيتها كاملة. السيدة ما فهمتش اني كبرت. وضروري تكون عندي خصوصية في غرفتي. بلي ممكن نكون عريان. وما عنداش الحق. بدخل عليها بدون استيئدان. قالوا المواهم. مجرد ما دفعت الباب. غدرت هكا. افاجأتها. بضربة على رأسها. بالمطرقة اللي كانت فيدي. قالوا من ليه طاحت في الارض. غطيت رأسها بفوطة. وما بقيتش عقل على عدد الضربات اللي اعطيتها. قالوا من بعد ما تأكدت انها ماتت. فكرت اني نستغل الفرصة لانا الاب ديالي ميزان نعاس. وكان خاصني في ذاك الوقيتها. نمشي نتخلص منه حتى هو. ديك ساعدة ربع صفورين بحجر. وانصبحنا الواريد الوحيد في ذاك اللحظة. ولكن من بعد كنت افكر وعرفت انه بلان فاشل. خطة ماشية هي ذاك. حيث نقتلتهم بجوز. البوليس اول واحد سيشكه فيه هو انا. قالوا انك تخايف. وكانت ترعد. بدت كنت نهد انفسي. ومن اللي تكالميت دخلت دوشت. ومن اللي دوشت بدلت تحواجي. ودز مباشرة الخطوة الثانية في الخطة. قالوا انك مباشرة الشقة اللي نعس فيها الاب ديالي. ودخلت للمطبخ. نوجد القهوة. وتعمدت انا اندرت الصوت باش نفيقه. من اللي فاق وكتشبه ان الام ديالي ما كاينه في بارتما. خرجنا نوياه باش نقلبوا عليها. قلبنا في الشوارع. في المحلات. ومن اللي وصلت الوحدة ديالنهار. طلبت منه باش نمشيه للمطار. قلت له اكيد غدا تكون سبقتنا تلمان. فعلا وصلنا للمطار ولمنقينها. ومن اللي قرب موعد الرحلة. قناعت الاب ديالي. باللي الوالدة يعني مراتهم اوقع لها والو. انها اكيد. قد تكون دابا رجعت للدار. قل له غدا. غدا غدا ناخد لها اول طائرة. يعني اول لحلات الصين. وغدا تلحق عليك. قل لهم الغابي اقتنع بسرعة وطار الصين. يقول لابوها غبيش. قل له مباشرة رجعت للدار. جبت جوتة دي الام ديالي من البلاكار. درتها في واحد الباليزة كبيرة. نظفت الدار كاملة. ومن بعد. غبت الباليزة ودرتها في موبيل. ومشيت بها تقريبا مسافة ديالي ستتسواية. نزلت هذا البحر. وحطيتها في البلاسة اللي اللي لقيتوها فيها. النهار الثاني مشيت عند البوليز. ومثلت عليهم دور الولد اللي يقلاب وخايف على الام دياله. قالوا بيني وبينكم. انا تعمد. اني نتخلص من الام ديالي في كندا. حيث القانون الكندي قانون مخفف. يعني وخان تشد. ما تكونش عقوبة كبيرة. قانون الكندي ما فيهش عقوبة الاعدام. عاد ان العقوبات السجنية دياله ومشي قاسية بحال في الصين. قالوا ما انا مشي مجرم. ولكن قلت مضطر انا ينتخلص من الام ديالي. واحتد بها. نستعد نعطيكم الفلوس اللي طلبتوا. نعطيكم اللي يبغيتوه باش تخلصوا يحتمل الام ديالي. خاصة يحتوه ويحيد. اصلا الوالدين ديالي يرعشوا بزاف. انا دا ما كبرت. الدور ديالهم انتهى. الا اش يبقى وعيش. الا اش يبقى ومقنطة نهابية. من الاحسن انهم يسافروا للعالم الاخر. عالم زوين. وما فيش الناس الخيبين. يخليوا هذا العالم هذا. الكرة الارضية مستحيل تزنب تلسة بنا. وهي منهار سبعة. في شرط سعود من عام الفين واثناش. غادي تلقى القبض على ايوان جي طانك بتهمة القتل العمد مع سبط الاسرار والترصد. قتل الام ديالي. والتحكم عليه حتى بتهمة التحريض على القتل. في حق الاب ديالي. لان كان يحرضهم ليش يقتلوا به. ايوان في المحاكمة ديالي. حاول انكر الجريمة ديالي. ولكن من المحققين. واجهوا بالاعترافات اللي سجلوها له العملاء السريين. سجلوها له صوت وصورة. ديك ساعة تارف اعترافة كلي. الاب ديالي. من بعد ما عرف بان ولده. هو اللي قتل الام دياله. وكانه يصفيها له حتى هو. سامح. المشكلة مش غي سامح. قلب ديال الاب. رمش غي سامح. هو كله محامين باش يدافعوا له. هم اللي الصحفة ورائي العام. وعائلة تسولوا عليش درسي هذا الشي. جاوبهم وقال لهم انا خسرت مراتي. ومعندي استعداد. اني نخسر حتى ولدي. وانا متأكد ان مراتي ما غاداش يكون مرتاحة وما غاداش يكون فرحانة في قبرها. الى ولدها دوز بقية حياته وعمره في السجن. ايوان را كان عزيزا لها بزار. وكانت كتتمنى له اي حاجة زوينة في الدنيا. كانت كتبغيه ولكن بطريقتها. ربما كانت كتتحاول تعالجوه ود ودي ما يكون حار ما يكون شحله. نهار جوج من عام الفين وخمستاش. هذه تحكم العيوان بالسجن المؤبت. مع امكانيات اطلاق الصراحة المشروط من امور سبعة طافر عام. كانت هذه القضية دي الايوان. قضية اللي خطيرة في احداث معقدة. قضية اللي كتبين بانك كثرة الضغط كتولد انفجار. سبحان الله كان بعض العائلات اللي عندهم نفس التفكير ديالي نجي وعندنا تحنا كمغربة. نفس التفكير نفس العقليات. هذه العائلات يقولون كيف مدز نحنا من العذاب كيف ما تكرفصنا على الريال كيف ما تعدبنا وسفينا الطراب باش نديروها التروة. حتى أولادنا خاصهم يدوزوا من نفس المراحل باش يعرفوا قيمتها. خاصهم تاهم يتعدبوا كيف ما تعدبنا احنا. تاهم يكلوا الطراب باش يعرفوا قيمة الفلوس. باش ما يخسروهاش. ولكن ما عارفينش بأن الله سبحانه وتعالى. رزقهم بذيك الفلوس باش يمتعوا بها وليداتهم. باش يعيشوا ولادهم الحواج اللي ما قدروش هما يعيشوا وما صغر. باش بذيك فلوس يوصلوا ولادهم والمراتب اللي ما قدروش هما يوصلوها. عندهم الفلوس باش يسهلوا لوليداتهم الحياة. يسهلوا لهم الامور المادية. يعني خاص يسهلوا على وليداتهم. لكن ما يكونش افراط. ما يكونش تبدير. يعلموهم من قيمة ديالالاشياء. ماشي بالحرمها. ماشي بالضرورة نحرم ولدي او بنتي باش نخليها عرف قيمة ديك الحاجة. وماشي بالضرورة يتكرفس عليها باش عادي عرف قيمتها. بطبيعة الحال. القصوة. وكترة الضغط كتولد انفجار. وبطبيعة الحال عاود راه هذا ماشي مبرر الجريمة. ماشي مبرر ندلو هاد الحوايج الخايبن في حق والدينا. المهم كي ما كتعرفوا الجريمة ما عندها تنشيط باع. ما كتفيد بوال. مهم تخليوا لنا الرأي ديالكم. وماشي نختمه نقولوا الدعي والخير اللي ولفناها. لايك تتبلينا ما كاتب الخير. لا خرجنا مضال العيد بالعيب. لا رزقنا حسل الخاتمة ويجعل اخرنا حسل من اولنا. ويجعلنا خفاف ضراف لقلوبكم. ويرزقنا الصحة والسلامة وطول عمر. اخوتي اخواتتي. تلوزوا بخير. قابلت ان شاء الله. في نفس الموايد. صلى الله.